اشتركوا في القناة في كرة القدم فيفا عن التصنيف الشهري للمنتخبات حيث عرف المنتخب الوطني تراجعا إلى المركز الثالث والاربعون عالميا وشهد هذا التصنيف تراجع رفقاء القائد رياد محرز بثلاثة عشر مركزا بعدما كان يحتل المرتبة الثلاثون عالميا في آخر تصنيف كما تراجع الخضر إلى المرتبة السابعة إفريقيا والخامس عربيا خلف كل من المغرب سنغال نيجيريا مصر كوتيفوار وتونس وجاء هذا التراجع بعد الإقصاء من الدول الأول من كان كوتيفوار الفين وثلاثة وعشرون إلى أحوال التقس إينا حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس من هبوب رياح قوية في العديد من ولايات الوطن من الساعة الثالثة مساء إلى منتصف الليل وأوضحت ذات المصالح أن الرياح ستكون مرفوقة بزوابع رملية على كل من ولايات الأغوات يارك بيض سعيدة وانعمة دوليا الآن إنها كشفت السلطات الفرنسية عن التخطيط لتعديل الدستور لإلغاء جنسية مكان الميلاد في جسيرة مايوت الفرنسية في محيط الهندي حيث تمنح فرنسا الجنسية عن طريق السلالة وكذلك مكان الميلاد ويخاطر هذا الاقتراح بتصعيد التوترات في فرنسا نتيجة لاعتماد قانون الهجر الجديد الصارم وبعد فترة وجيزة من طرحها أطارت الخطة الجدل وندد اليسار بالخطة ووصفها بأنها هجوم آخر على قيم البلاد ورحب بها بعض الناشطين الملع محليين في هذه الجزيرة وقال القادة السياسيون من اليمين والمتطرف أنه سيتم تطبيقه في جميع أنحاء فرنسا شكرا على حص الإصغاء والمتابعة في أمان الله